السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة تيستي فود بايفاتي كنتمنى هادلا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال اليوم غا نحضر معاكم قغطا بالخضر سهل في التحضير وكيجي لديد وصحي بوح طريقة اللي سهلة وكتبقى الخضر كاملة محافظة على الفيتامينات ديالها والمنافع ديالها بلما نسلقوها بلما كان بقون كترو علينا كترة المعان جبد هادي جبد هادي في آنية واحدة كان نوجدو جميع الخضر في وقت واحد هالطريقة هادي كتصلح حتى بالنسبة لجغدا سالد كان وجدو الخضر في وقت واحد وكذلك بالنسبة الخضر اللي كان رفقوها في المشاوي يعني هالطريقة صالح الجميع الشهيوات اللي كانحتجو فيها الخضر. نبدو على بركتي الله نحطر معاكم القهطة بالخضر كان نحتاجو الواحد الكيمية من الخضر ذاك شي لي كتفضله انا هنا اكتافيت بالبطاطا جوج بطاطات وجوج خيزيات وجوج كوسات او لقرعات او لكورجات كان ناخدو هاد الخضر كنقطعوها على شكل مكعبات كيف كتشوفو معايا في الصورة كان ناخدو ورقة طهي او لالبابيي كويسا وكندهنوه بشوية ديال الزيت زيت زيت زيتون من الافضل كان وضعو الخضر وكان رشو عليها شوية الملح وشوية البزار جميع انواع الخضر كل النوع كان وضعوه في البابيي كويسا وكان رشو عليه شوية الملح وشوية البزار كان سدو عليه ذاك البابيي كويسا وكان عودوه في البابييي اليوم كان حاولو نسدو عليهم زيان على شكل بابييوت باش كتبقى الخضر كاملة بالمديا لها وطبع الحال ما كنديروش معاها نقطات الماء الخضر هي نفسها كتطلق الماء وكتطيب في ذاك المديا لها كان دخلو هاد الخضر للفرن اللي وضعناه في البابيي كويسا و البابييي اليوم اللي مشعل من قبل على مئتين درجة حرارة متوسطة المدة ديال 20 دقيقة وإلا كنتو كتفضلو اي نوع آخر من الخضر في القغاطة كتعتمدو نفس الطريقة ندوزو دابا نحضرو لباغاي القغاطة كنحتاجو الجوج بيضات اللي كنوضعوهم في واحد البول كنضيفو عليهم كاس ياهور تبدون سكر او لا ممكن نعودوه بكاس كريمة خاصة بالطبخ بالنسبة لي انا ما توفردش عندي الكريمة فاكتفيت بيوت بدون سكر طبيعي كنا نضيفو شوية الملح على حسب الضوق وشوية البزار وكاس من الحليب ما يعادل 250 ميلي لتر إلا ضفتو الكريمة عواضيو طبيعي ما كنضيفوش الحليب وكنضيفو في الأخير كيس من خميرة الحلويات هي اللي كتعطينا ديك الخفالي كتكون في القغاطة باش ما كنحسوش به تقيل في الأخير كنضيفو شوية الزعتر محكوك او لا الازير او لا الاعشاب المنسيمة الازارة دي بخوفينس الاحساب داك شي اللي كتفضلو او لا ممكن تكتافيو فقط بالمعدنوس مقطع كنخلطو هاد العناصر اللي وضعنا بالخلاط اليدوي كنطربو مزيان البيض وجميع العناصر باش كتنساجم لينا وكنخليوها على جنب من بعد ما كتنضج لينا الخضر كنخرجوها من الفرن كيف كتشوفو معايا كتبقى محافظة على اللون ديالها هذا كيعني انها مازال محافظة على جميع المكونات ديالها والمعادين والفيتامينات هالطريقة ره هالصحية كنتمنى انكم تجربوها في جميع الشهوات اللي كيحتاجوا الخضر مسلوقة او لا مبخرة يعني هالطريقة صحية وما كنحتاجوش كترة الاوانين بقاوا نجبدو هادي ونجبدو هادي كنوضعو جميع الخضر اللي حضرنا في المول اقهاتا اللي خاص بالفرن وكنضيفو علبة من الطون وشرائح من جمبون فيومي اللي مقطع القطع صغيرة وكنخلطو الكل بالنسبة للطون ممكن تعودوه بصدر الدجاج اللي كنقطعوه القطع صغيرة وكنشحرو شوية في زويتة بلدية مع مليحة وشوية صغيرة اللي بزار وكنضيفوه على الخضر كنصبو لبغاي اقغتان فوق الخضر وكنحاولو نوزعوها بشكل متساوي كنرشو فوق القطع طبقة من الفروماج محكوك انا هنا استعملت فروماج الموزاريلا ممكن تعودوه باي نوع دي الفروماج انتو ما كتفضلو او لا متوفر عندكم كالفروماج الحمر او لا كنرشو قليل من الزعتر فوق الفروماج كاضافة ماشي ضروري على حسب الضوق كندخلو القطع دينا للفرن على ميتين درجة او لحرارة متوسطة كندخلو القطع بالنسبة الفرن ديال الغاز حتى كيتحمر لنا الواجه ديال القطع وكيصير لونو مذهب وكنخرجوه من الفرن وبصحة والراحة كانتمنى هادلا فيديو تكون خفيفة ضريفة على قلبكم وكانتمنى هاد الوصفة ديال اليومة نال اعجابكم وتجربوها لان فعلا تستحق التجربة قغطها ساهل بسيط ما كيحتاش منها شي وقت طويل وكذلك يبقى بجميع المنافع الصحية ديال الخضر وكنستفدو من من الفيتامينات والمعادين اللي كتكون في الخضر وعشيوه اللي هي مغدية وصحية وفي نفس الوقت سهلة في التحضير الى اعجبكم الفيديو ما تنسوش تلايكي وتبرتجيو مع الحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة وإلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وصفاتي وان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة خليتكم في امان الله بسلام عليكم